السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن النيابة العامة أمرت بوضع رئيس جماعة بوعروس التابع لنفوذ إقليم تونات ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار رهن الاعتقال الاحتياطي وذلك للاشتبال في تورط رفقة أشخاص آخرين في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات وتعود سفاصيل هذه القضية إلى سنة 2019 عندما دبضت السلطة المختصة شاحنة بزاقورة محملة بنحو 13 من المخدرات وهو ما أعقبه فتح بحث قضائي بإشراف من عناصر الشرطة القضائية هذا وإظهرت نتائج تحقيقات الأخيرة تورط رئيس المذكور في القضية رفقة 15 شخصا آخرين ضمنهم بعض أقاربه والذين أنكروا خلال الاستماع إليهم في محاضر رسمية التهم المنسوبة إليهم هذا وبعدما استمرت فصول هذه القضية لما يزيد عن السنتين قررت النيابة العامة متابعة معظم المتهمين وبينهم رئيس الجماعة في حالة اعتقال في انتظار إحالة مع العدالة للبت في الأفعال المنسوبة إليهم